السلام عليكم وهلوهلو يا مسائل جمال والسعادة على اميراتي زيكم النهاردة يارب تكونوا في احسن حال واهلا بيكم في فيديو جديد فيديو لسيدة تركية بس عندها افكار حلوة جدا جدا لحاجات موجودة عندنا في البيت او ممكن مشاكل تكون بتقابلنا يوميا تعالوا النهاردة نشوف شوية حلول ليها بافكار من حاجات مش مكلفة موجودة عندنا كلنا وحاجات سهلة جدا نقدر ان احنا نجربها ونعملها بنفسنا قبل ما ابدأ الفيديو حب ارحب تحية خاصة جدا لصحر من الاردن شكرا جدا على وجودك وعلى كلامك الحلو يا رب دايما عند حصن ظنك حبيبتي هند حاضر عيوني النهاردة ممكن تلاقي احلى ديكارات كمان للمطبخ وحبيبتي ام ايوب من الجزائر تسلميلي وجودك طبعا شرف ليا كلكم على راسي من فوق يا رب دايما عند حصن ظنكم بكلامكم الحلو ده الواحد بيقدر ان هو يكمل فيا رب دايما كده نكون مع بعض في كل حاجة حلوة فيا يلا لايكاتكم الجميلة على فيديو النهاردة وخلونا نبدأ الحيل والافكار الحلوة زي ما شفنا كده اول فكرة لما تكوني بتبشري اي نوع من انواع الجبن ممكن ان انت تحطي على المبشرة شوية زيت علشان الجبن ما تلزقش فيها وتبقى سهلة معاكي كمان هنا بتقول ان هي كانت بتعمل مغبوزات وفجأة اكتشفت ان هي عندها ورق الخبيز او ورق الزبدة خلص فاستخدمت الورق المداخلي اللي موجود في الكيس بتاع الدي برضو ممكن احنا في وقت الازمات نحاول ان احنا نفكر على حاجات كده عندنا في البيت ازاي نحل الحاجة اللي عندنا فبتقول ان هي استخدمتها وكانت عملية وقدت الغرض معها كمان برطمانات السلسة لما بتستخدموها حاولوا ان انت تحطوا على البرطمان بتاعها زيت علشان يبقى عازل لاي عفونة او اي بكتيريا تتكون على السطح اللي فوق برضو دي من الحاجات المهمة واعتقد فيه كتير مننا طبعا بيعملها يعني انا عن نفسي مومتي بتعمل كده وتعودت ان انا اعمل كده منها فمن الحاجات كمان الحلوة جدا جدا اللي نستفيد بيها كمان هنا بتقولي الاسلاك بتاعت الاجهزة ممكن احنا نجيب لها القطع السيليكون دي بيبقى باكت بكل سهولة بالدابل فيس نقدر ان احنا نلزقه ونلف عليه السلك كده علشان يبقى سهل جدا نخزن حتى لو اجهزة حطنا او كده او على الرخامة يبقاش فيك عبالة سلوك كتير من الحاجات برضو اللي يعني مش مكلفة اللي احنا لو اشتريناها مياش تكلفتها عالية بس شوفوا قد ايه فايداتها حلوة قوي وكمان هتنظم معاكي المكان كتير في كل الاسلاك اللي موجودة واللي دايما بتعمل لنا مشاكل تعالوا نكمل معاها بقية وصفاتها واللي عايز اقوله لكم كده في الاول ان معظم الحاجات اللي انتوا هتلاقوها هي تجربة شخصية لها بس انا شايفة ان الموضوع مش صعب جدا يعني ممكن احنا نجرب حاجات كتير قوي في منها اللي احنا ممكن ينجح معانا وفي حاجات ممكن اللي اه مش بتدينا النتيجة اللي احنا عايزينها فده طبعا هيرجع لكم انتوا في الاخر كمان هنا برضو فكرة لذيذة قوي الشماعات لو عندك الشماعة بتاعتك تكسرت وفيها الكليبسات اللي هي المشابك بتاعت البناطيل دي تقدري ان انت تستخدمي المشبك بس وتقصيه من الشماعة وتستخدمي ان انت تقفلي ايه الاكياس طبعا هو في الغالج بتاع الاكياس ده بيتباع حادي في اي مكان بتاع الادوات المنزلية لكن لو مش متوفر ان انت تشتريه ممكن بحاجة موجودة عندك في البيت تقضي بيها برضو نفس الغرض احتفاظنا كمان برضو بالحاجات اللي هي الوراقيات الخضرة بتبقى من المشاكل اللي ممكن لو فضلت عندنا في التلاجة شوية بتبوز بسرعة فكرة ان هي حطتها في كوباية مياه وقفلت عليها البرتمون بالعكس برضو من الحاجات اللي احنا ممكن نجربها ونشوف المدة اللي هتحتفظ بيه نظرتها وبالفريش بتاعها لفترة اطول تكون قد ايه تقدر انتو كمان تحكموا على فكرة زي دي هنا فكرة ان انت ممكن تحطي المعطر بتاع الملابس في ازازة معاه شوية ميا وتحطي معاه الستيكس الخشب بتاعت الشيش طويق والحاجات دي دي فكرة معطر حلوة اوي تحطيها في اي مكان عندك في البيت كمان بتقول ان هي بتستخدم هنا عارفين العنقود اللي هو بتاع الكريس احنا بنرميه بتقول لا ما ترموهوش خزنوه وحطوه معه ميا مغلية او اغلوه مع الميا من المشروبات الحلوة جدا جدا للمسالك ويه كمان الكلة والحصوات والحاجات دي كلها فبرده ممكن من حاجة هي بنرميها مش بنستغل لها تبقى حاجة مفيدة كمان لصحتنا احنا مش عارفينها كمان هنا برضه علشان تشوف سوى البيت المسلوق بتحط معاه الخلة بتاعت الاسنان الخشبية وبتقول لما الخلة بتنزل تحت في الميا من تحت بيبقى كده البيت استوى ودي طبعا كان بتورينا النتيجة ان هو فعلا استوى لما القطع الخشبية دي نزلت تحت فدي برضه الناس اللي ملهاش خبرة قوي في سلق البيت ممكن تستخدم حيلة زي دي كمان برضه دايما بنشوف المنظمات بنحط فيها المناديل علشان تمتص كل الميا الزيادة وتبقى فريش اكتر حتى لو انت بتحطيها في اكياس تقدري برضه تحطي جوه في الكيس برضه المنديل عشان يديك نفس النتيجة نص اللمونة اللي دايما محيرنا في التلاجة ومش عارفين نعمل في ايه لو انت عندك لمونة قطعتيها بالغلط تقدري تحطي برضه اللي هو الخلة في النص وتقفلي اللمونة تاني تحافظ عليها الفترة اطول كمان هنا من الوصفات الحلوة جدا الملح وحطت معي سابون سائل حطت معي كمان شوية من الخل وحطت الملمع او الجلانس اللي هو بتاع الازاز او الملمع اللي هو بتاع الكبيات والاطباق والحاجات دي كلها وبتستخدمت هنا ان هي تلمع بيه الاستلس سواء البراد عندك حيلة الاستلس حتى الحوت كمان استخدمته وشوفوا ان هي بتستخدم كيس بلاستيك يعني من غير سبونش ولا سلك ولا اي حاجة حتى لو انت مش متوفر عندك ممكن باي كيس بلاستيك تقدر ان انت تعملي حيلة زي دي وطبعا هو كان بيلمع يعني من الاول ده طبعا دليل عن هي بتستخدم الوصفة دي على طول علشان تحافظ على لمعين الحاجات اللي عندها طول الوقت برضو مواد موجودة عندنا في البيت نجربها ونشوف النتيجة وانتو بنفسكم لتقدروا تحكموا عليها كمان هنا بتقول اي باكت انتو فتحتوه واستخدمتو جزء منه استخدموا الكيس بتاع الجزء اللي انتو استخدمتوه انكم تقفلوا الجزء التاني اللي هتشلوه زي الطريقة اللي انتو شفتوها دي ان هي اتخلصت من الكيس بدل ما ترميه لقفلت بيه باقيت الباكت اللي عندها حركة برضو لذيذة واكيد هتفيدنا كلنا في حاجات كتير قوي خصوصا عندنا في الفريزر والتلاجة ده هنا كمان برضو عشان تحافظ على لمون فريش عندها في التلاجة الفترة طويلة بتقول ان هي بتحطه في علبة وعليها مية وكمان هنا الهاند بلندر او السكاكين الصغيرة او الاسلحة الصغيرة بتاعت حتى الكب او الحاجات دي كلها نقدر ان احنا نغسلها بسهولة بدل ما تعوري نفسك وتحاولي انك تغسليها وتتعوري ممكن ان انت تحطي علبة او اي حاجة فيها المية والصابون وتشغلي الجهاز او الخلاط حتى لو عملت في اي سوس وفي بواقي جوه ممكن تحطي المية والصابون وتشغلي الخلاط هينضف كل البواقي اللي موجودة فيه دي طبعا حيلة احنا كلنا تعودنا عليها وتعلمناها كلنا الحاجات الخشبية المعالق بتاعت الطبخ نقدر ان احنا نحطها في مية مغلية ومعاها كمان شوية من الكربونات والخل وكمان ممكن نضيف لها اللمون وبتسيبيها تغلي تنزل كل البواقي اللي بتبقى موجودة على المعالق دي وطبعا شفنا طريقة تلمعة كمان بالزيت بتخلي المعالق شكلها حلو بتكون بتلمع وتبقى حاجة حلوة كمان في مطبخك فمن الحاجات برضو اللذيذة والسهلة اللي موجودة عندنا وشايفين طبعا شكل المية طالع ازاي ممكن ما نكونش احنا شايفين كل الحاجات دي موجودة على المعالق لكن لما تستخدمي طريقة زي دي هتلاقي النتيجة طبعا تعالوا هنا كمان نشوف برضو لو عندنا ازايز او علب واي حاجة ما كانها مادة دهنية او زيود نقدر ان احنا نضافها بكل سهولة هي استخدمت هنا شوية من الرز حطته في الازازة وضافت لي صابون الاطباق السائل وكمان شوية من المية السخنة وبدأت ان هي ترجي الازازة فطبعا شالت كل بوائل دهون اللي موجودة فيها فكرة الرز يعني مش معروف فايدتها اوي اعتقد ان هي محتوطة علشان خاطر تخلي المية تقيلة او الرز يقدر ان هو يدخل في اماكن كتير يعني احنا ممكن بس لو استخدمنا المية والصابون وعملنا نفس الفكرة دي اكيد هتدينا نفس النتيجة فاللي عنده اي خلفية اي فايدة الرز اللي موجودة يريد برضو يكتب لي كمان في الكومنس وكده او كده النتيجة طبعا زي ما انتوا شايفين نكحة جدا جدا وحتقدر ان هي تنظف لكل الدهون من غير اي مجهود كمان من وصفاتها اللذيذة اللي بدأت تعملها شان تلمع الازاز وتمنع عليه اي بصمات جبت هنا صابون السائل حطت منه معلقة في بطل كده سبري وحطت كمان معلقة من الملمع بتاع الاواني او بتاع الازاز وكمان معلقة من الخل وبدأت تضيف بقية الازازة بالمية وكل السبري ده طبعا هي برضو هنا حطت مية سخنة كل المية اللي في السبري ده بدأت ان هي تستخدمها على الازاز وتلمعها بالفوتة بتقول ان هي برضو نتيجتها حلوة جدا بان هي بتمنع البصمات وبتحافظ على الازاز نظيف طول الوقت كمان اللمون بتقول لما نيجي دايما نخلص قشر اللمون واستخدمناه في اي حاجة وهنرميه قبل ما ترميه حطي معاه شوية صابون سائل ولماعي به الحوت برضو اللي استلس برضو دي من الحاجات اللي انا بقيت بعمله على طول خصوصا لو بتعملي فراخ او بتعملي سمك او لحوم برضو استخدمي اللمون او قشر اللمون في ان انت تلمعيه بعد كل الحاجات ده هنا بتحط عملة معدنية بتحطها في العلبة بتاعت التلج وطبعا دي بتحطها علشان تعرف اذا كان الفريزر او الكهربا فصلت او لا طبعا لما العملة دي هتنزل تحت هتعرف ان التلج ساح فتبقى عارفة كده طبعا صالحية الحاجات اللي موجودة عندها وشوفنا فكرة كمان تنضيفها لغسالة الاطباء هنا كمان فكرة ان هما بيستخدموا دبس الرومان في الاكلات او في الصوس بتاع الاكل وبتحط عليه التحينة دي طريقة حلوة ازاي برضو تخلي شكل الطبق حلو ولزيز من الافكار برضو الجميلة والحلوة جدا جدا وقشر اللمون زي ما بنستخدمه في حاجات كتير هي استخدمة عصير اللمون في تلميع الغسالة هنا كمان برضو غسالة الاطباء حطت فيها قشر اللمون وبتستخدموا مع غسيل الاطباء بيدي ريحة حلوة وكمان بيدي لمعة للاطباء بتاعتها طبعا والفيديو مليان من الافكار وزي ما بقولكم انتو تقدروا تاخدوا الوصفات اللي ممكن تجربوها من حاجات موجودة عندكم في البيت وحية الواتركات تقدر تخلي حاجات عندنا كتير افضل من الاول بجد الفيديو خد معايا شوية مجهود كده ان انا اترجم لكم شوية حاجات موجودة فيه عشان اقدر اوصل لكم افضل معلومة فيارب كده اكون فعلا في التكم وماكنش رغيت كتير ونكون استفادنا ببعض الافكار لمشاكل كتير عندنا في البيت حتى الاطفال نقدر كمان نحل المشاكل اللي دايما بتقابلنا ودعبستهم الكتيرة في المطبخ عندنا انا كمان برضو فكرتها اللذيذة لو حابة ان انت تعملي اي مشروب وعندك الباكت بس احابة ان انت تخليه مش تقيل تخليه خفيف شوية زي الشاي فيه ناس بتحبه تقيل وناس بتحبه خفيف فلو انت حابة تخليه خفيف ممكن ان انت تقسمي الباكت نوستين بالشكل ده ودي طبعا النتيجة برضو حيلة وتركاية لذيذة جدا جدا كمان هنا برضو شوفوا بعيدا عن الوصفة اللي هي بتستخدمها المياه والفانيليا عشان تخلي ريحة المطبخ او الشقة حلوة فكرة عيون البوتاجاز اللي هي بدأت تحطها علشان خطر تخلي تقدر تحط الكنكة بتاعتها جابت العين بتاعت العين الكبيرة حاطيتها على العين الصغيرة عشان يبقى استند او حامل كمان للكنكة نقدر نستخدمها كمان بعيدا عن فكرة الفانيليا والريحة الحلوة نقدر نستخدمها كمان في عماية الفجان القهوة شوفنا طبعا الحيلة الحلوة جدا ازاي احنا نقلب العلبة عشان نحتفظ بالكيك او التورطة وكمان هنا برطبان التحينة البوائي اللي موجودة فيها متعرفيش ان انت تطلعيها وتقدري تضيفي الميا والخل والمكونات بتاعتك كلها وتعملي السوس نفسه في البرطمان مرة واحدة برضو عشان تستغلي كل الكمية اللي موجودة عندك دا كده كان فيديو النهاردة مليان من الافكار والحيل والتركات لحاجات كتير قوي ومشاكل كتيرة يا رب اكون وصلت لكم المعلومة على قد مقدر وكمان اعذروني الفيديو سريع بس بجد افكار كلها مزهلة فيارب يكون عجبكم وتكونوا استفادتوا به بتنسوش لايكاتكم الجميلة قبل الفيديو ما يخلص وتعليقاتكم في الكومنس على حاجات انتو جربتوها او نويين ان انتو تجربوها عشان كلنا نستفيد من بعض نتقابل بكرة على خير بفيديو جديد وافكار جديدة وسيدة جديدة عشان نتعلم كلنا ونخلي بيتنا احلى بيت في الدنيا نتقابل بكرة على خير يا اميرات يا امرات ويا اشوفكم الفيديو الجاي ويا السلام اشتركوا في القناة